بص موضوع البطولة المطلقة ده هو يعني طبعا أنا عملت يعني مسلسلين نقدر نقول عليهم بطولة مطلقة مسرسل شارع لورانا ومسرسل بلا دليل وكانت مسرسلات حلوة جدا ونجحة والحمد لله يعني أدوار مهمة وكان الكاست كبير يعني ومهم لكن أنا مش بسعى وراء البطولة المطلقة وخلاص ما أيا كانت أيا كان الموضوع أيا كان لا يعني أنا البطولة المطلقة بالنسبة لي مسؤولية كبيرة وأنا دايما بخاف منها والسنة دي كان عندي مسلسل بطولة المطلقة فعلا وكنت ماضية ولكن أنا يمكن يعني دلوقتي شوية بقول لا يعني أنا لازم أكون شجاعة أكتر من كده ما يفعش أكون جبانة وخاف ولكن أنا دايما يعني بقيم نفسي في شغلي زي ما الناس بتقيمني وأكتر وبسعى أن يهمني أن أنا أقدم حاجة كويسة ومقتنعة بها خصوصا في البطولة المطلقة لإني بشيل جزء كبير جدا من المسؤولية غير طبعا البطولة الجماعية أو البطولة النسائية قدام بطل يكون المسؤولية مشتركة يعني أو كده طبعا أنا بالنسبة لي عايز أقول كمان حاجة تانية أن كل الأعمال الفنية في الدنيا هي بطولات جماعية حتى لو بطولة مطلقة يعني بمعنى أن يعني فكرة بطولة مطلقة أن الإسم الأول في العمل أو الدور الأكبر أو الدور الأهم ولكن هو العمل ما بيكونش عمل حلو غير بمجموعة قدام الكاميرا وورا الكاميرا بيكونوا عاملين شغل حلو جدا يعني معلومات جدا ترجمة نانسي قنقر